السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير الخلق وأحب الخلق إلى الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبابي في الله اشتقت حقيقة لهذه الجلسة مع حضراتكم في هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه كما أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن أعتقوا من النار في رمضان وممن بلغهم الله عز وجل ليلة القدر ورزقهم خيرها وفضلها وبرها كما أدعوه أن يمر علينا رمضان أزمنة مديدة وأعوام عديدة إنه ولي ذلك ومولاه أحبابي في الله وبعد أن ذقنا حلاوة العبادة ولذة الطاعة في رمضان ما من شك أن كلنا حب العبادة وحب الطاعة ما في شك أي واحد صام رمضان كله حب الصيام أي واحد قام رمضان كله في آخر رمضان تعلق قلبه بالقيام وحس بروحانيات وإيمانيات عالية جدا جدا في نهاية رمضان يعني إحنا كنا في أول رمضان ممكن الواحد يحس بشوية تعب كده من صلاة القيام لكن في آخر رمضان كنت بتصلي القيام وما بيقضكش القيام فبتيجي في تهجد وأحيانا بعض الناس كان بياخد الليل كله صلاة يعني يخلص القيام وبعدين لسه ساعة ونص أو ساعتين عن التهجد يقوم برضو أخدهم صلاة لأن طبعا الليل كان أصير شوية فأنا بقول يعني حصل التغيرات حبك للعبادة زاد بدليل إن العبادة كثفت بشدة في آخر رمضان وكان هناك إمتاع للعبادة وللطاعة فالمشكلة الكبيرة جدا جدا إن الحاجات دي كلها بعد رمضان يعني خب نورها وضعفت في القلب ودي مشكلة كبيرة جدا جدا يعني نحن كل سنة بنتعرض لهذه المشكلة إن نبدأ رمضان يعني كسلنين في العبادة شوية نبدأ ننشط ونحب العبادة ونحب الطاعة باب ربنا عز وجل فتح خلص رمضان بنضحي وبنفرط بسهولة كده بالمعاني الإيمانية اللي احنا اكتسبناها في رمضان مع إن مفروض أي واحد عاقل يحافظ على المكتسبات الإيمانية الراقية جدا التي حصلها في شهر رمضان احنا عندنا مشكلة كبيرة وعايزين نحلها نقعد مع بعضنا كده النهاردة وما تيسر حلقة ممكن بعد كده أو أكتر أو يعني يمكن ربنا يكرمنا ونخلص الحلقات دي إزاي نحاول نحل المشكلة دي وأنا في الحقيقة في هذه الآونة وفي هذا التوقيت من بعد رمضان حتى الآن وأنا في كل مكان أذهب إليه حتى في خطبة العيد في خطبة الجمعة اللي فاتت في درس اللي بعد اللي كان في يوم الجمعة درس أمس كل الجلسات اللي بعودها دلوقتي حاول أعالج القضية دي عندي وعند أحبابي اللي هي قضية إزاي نحافظ على المكتسبات الإيمانية بعد رمضان إزاي نحافظ على إن القلب يكون ثابت على الطاعة وثابت على العبادة بعد رمضان وأنا أعتقد أن ده موضوع الساعة والموضوع المهم جدا بنحاول قبل ما النور يخبه في القلب قبل ما الإيمانيات تضعف في القلب نحاول ننشطها لنستعيدها هناك بعض الناس يتصور إن ما فيش حد يقدر يعيش على المعاني الإيمانية اللي عاشها في رمضان وأنا بقول لحضراتكم لا فيه ناس صالحة كتير جدا 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 بيستمروا على العبادة بعد رمضان وإمنيتهم ورقة قلوبهم وقربهم من الله عز وجل مستمرين عليه بعد رمضان يعني لو رجعنا للسلف الصالح نجد أن من السلف الصالح من كان يقول أو من قيل عنه إن فلانا بلغ درجة من العبادة من لو قيل له القيامة غدا لم يجد متزيدا لعمل يعني لو قلنا له بكرة يوم القيامة القيامة هتقوم بكرة يقول طب وان هعمل ايه أنا ما عنديش مساحة أزود أعمال أو أكثف أعمال لأن كل لحظة وكل نفس في حياتي له وظيفة وله عمل مشغول به فدي ناس سبقون إلى الله عز وجل نريد أن نلحق بالصالحين نريد أن نعيش حياة في كل لحظة قلوبنا موصولة بالله عز وجل الأمر ده ممكن وليس مستحيل ممكن وليس مستحيل قلب يعانق السماء رقة وقربا من الله في كل أحواله حتى وانت ماشي في شغلك في حياتك في الطرقات مش بس في محرابك مش بس في صلواتك لا ده ديدا أو شاء نعام القلب الموصول بربنا سبحانه وتعالى يكون موصول بربنا طول الوقت عايزين نعالج هذه القضية قضية السبت على الطاعة قضية هي أخطر قضية بيعيشها الإنسان لأن كلنا أو كلكو يا أحبابي في الله فيكو خير وكلكو أهل فضل وكلكم يعني الإيمان بييجي في أوقات بيعلى زي رمضان فاحنا عايزين نحافظ على العلوة ده رمضان وصلنا النتيجة مهمة جدا جدا إن إحنا اكتشفناك وإنت اكتشفت نفسك إن إنت عندك طاقة وأنت أختي في الله عندك طاقة في طاقة موجودة للعبودية اللي الله سبحانه وتعالى عالية جدا جدا بس إحنا اللي بنكسل وإحنا اللي بنفرط وإحنا اللي بنقصر القدرة والطاقة موجودة لما حبيت تصوم صمت كنت بتصوم في رمضان وبتقوم اللي الكل في رمضان وبتروح شغلك الصبح وورد القرآن وبتصل أرحامك وحياتك ماشي عادي مع الكم الكبير جدا جدا من الطاقة ده يثبت لك إن إنت عندك قدرة وأنت عندك قدرة على مستوى عالي جدا جدا من العبادة فإحنا عايزين نستغل نستغل العمر قبل أن نلاقي ربنا عز وجل طيب قبل ما أبدأ وأقول إحنا طبعا كلامنا كله كلام عملي كلام عملي يعني دي رشدة التعلاج وتوجهات عملية لي ولكم على الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي وقلوبكم جميعا على العبادة والطاعة أنا عايز لمحق مستوى العبادة ده يكون أرضيتي لأنطلق منه بعد كده وبعدين لمعلى شوية دي تكون أرضيتي لأنطلق منه بعد كده فلو جينا نبص نرسم مثلا منحنى للإيمان في القلب هنلاقي صعود دائم صعود دائم ودول اللي وصلوا لربنا وصلوا بالشكل ده الصالحون من قبلنا اللي هم أصحاب القلوب الرقيقة أصحاب القلوب الرقيقة أصحاب القلوب السليمة التي لا ينفع أبدا حينما نارد على الله عز وجل إلا من أتى الله تبارك وتعالى بهذا القلب قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يبقى رمضان ننزل تاني ونفضل قريبين تحت شوية ييجي رمضان نحلة تاني وبعدين ننزل يعني لو جيت تبص كده وفردتها كده على صورة زي شريط رسم القلب وجيت تبص هتلاقي القفزات بتعلق كده شوية تعلق وشوية تنزل شوية تعلق وشوية تنزل شوف عمرك بقى عشرين سنة تلاتين سنة وإنت مكلف أو خمس سنين أو عشر سنين أو خمسين سنة وإنت مكلف هتلاقي المسألة قفزات كده علو ونزل علو ونزل طب إلى متى طيب انت انت لما إيمانك بيعلى وتبقى فوق كده بترجو ربك سبحانه وتعالى أنك تموت وانت فوق وبعدين برضو بتسيب نفسك تنزل تاني تبتضمن أنك ما تموتش وانت تحت أنا عارف أنك نفسك تموت وانت فوق ونفسك تموت يا أختي في الله وانت فوق فتضمن أنك ما تموتش وانت تحت تضمن أنك ما تموتش إلا وإنت في رمضان الجاي أو وإنت في عمره أو وإنت في حج لا ما ضمنش طيب نفسك تموت وإنت عالي كده تقول لي آه أقولك طب إيه رأيك نحل القضية دي عشان تفضل عالي على طول عشان لما تقبض تقبض إلى الله عز وجل تقبض وإنت عالي تقبض وإنت قريب من الله عز وجل اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راضٍ عنا ادعي ربنا سبحانه وتعالى من كل قلبك يا رب لا تقبضنا إلا وأنت راضٍ عنا ليه عشان التزبزب ده مخوفنا مخوفنا التقارجح ده صعود ونزول صعود ونزول طب لغاية إمتى لغاية إمتى التزبزب اللي هو عبارة عن تعرج بس كله فوق ده يعني عادي النفس لا إقبال وإدبار إنما علوه أو كده ونزول تحت خالص دي كارسة دي مشكلة كبيرة دي محتاجة لحل عايزين نحلها قبل ما أقول لحضراتكم المقترحات للحل وسائل العلاج والحل عايز أقول لحضراتكم أولاً من الحاجات اللي تحمسك جداً جداً إنك تبحث عن حل الفكرة اللي قلتها لك من شوية إن عايزك تقبض أو أريد لنفسي ولك أن نقبض وإحنا فوق وإحنا سبتين فوق خدت بالحضراتك ده سبب السابة التانية بقى إنك لما تثبت كده ده هيستدعي معونة الله عز وجل في أضعف لحظات حياتك اسمحوا لي أن أنا أقول المعنى ده قبل ما أقول الوسائل اللي هو إيه المعنى بقى أبدأ بقول ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ما هذه الآيات إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا استقاموا على العبادة واستقاموا على الطاعة حصلوا الإيمان بالله واستقروا واستقاموا على الإيمان بالله يَا سَعْدُهُمْ لهم زلّات ما فيش حد بيسلم من زلّات بس وده لا ينفي الاستقامة طالما أنهم أول ما يزنبوا ويقعوا في زلّة سرعان ما يتوبوا سرعان ما يرجعوا وكان لسه بعد المحاضرة دي لما قلتها في مسجد يوم الجمعة لقيت أخي بيقول لي عن حلقة من حلقات برنامج رمضان اللي هو الحب الحقيقي بيقول لي أنت قلتلنا في حلقة أن المعصية مش معناها أن الإنسان ما بقاش محب اللي هو أنا أذكر عنوانها ليس المحب معصوما وضربت أمثل للناس عصوا ربنا سبحانه وتعالى ما ينتفيش عنهم الحب مش إنك عصيت ربنا أنا خلاص بقيت بتكره ربنا ما بقيتش بتحب ربنا لا أنت ممكن تكون بتعصى ربنا وجواك حب ربنا سبحانه وتعالى وده اللي أنا عايز أشتغل عليه وعايز أنميه جواك إنك ما تقاش بعد ما تعصى ربنا وده الهدف اللي أنا عايز أقوله وبأكد عليه دلوقتي إنك أول ما تعصى ربنا أنت برضو بتحبه ساعة المعصية حبك ضعف بس أنا بقول أنت فيه رصيد جواك من حبك لربنا وعايز الرصيد ده يؤدي إنك سرعا ما ترجع لربنا وتعود إلى الله رجل كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقام عليه الحد حد شرب القمر فسبه أحد الصحابة فقال لا تلعنه أو لا تسب فإنه يحب الله ورسوله بيقام عليه الحد يعني بارتكب جريمة بارتكب ذنب بشع وبرغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه بيحب الله ورسوله فأنا بقول اللي بيزنب توب ورجع لربنا فأنت لازلت حبيبا لله عز وجل ارجع لربنا عز وجل سبحانه وتعالى توب ورجع وده لا ينافي السبات زي ما قلت لا ينافي الحب لا ينافي السبات بس المهم إنك ترجع إنك تتوب سرعان ما تعود إلى حبيبك إلى ربك تبارك وتعالى فده برضه مش ينافي السبات لأنه ممكن بعض الإخوة لما يسمع مثلا شرح الآية أو تفسير هذه الآية يقول وقع في زنب بقى خلاص أنا بقتش من أهل السبات وخلاص المسألة ضاعت لا يا أحبابي لا من أهل السبات طول ما أنت بتتوب وطول ما أنت بترجع لربنا هو فيه حد معصوم هو أنت فاهم إن معنى السبات العصمة لا معنى السبات ليس العصمة إطلاقا إنما معنى السبات إنك أنت هتزنب هتزنب لأنك مشر كلنا أصحاب أخطاء وكلنا أصحاب معاصي إنما العبد الصح اللي كل ما يزنب يستغفر ويعود إلى الله عز وجل فهو ده ثابت اللي ثابت بقى ده وما بيسترسلش مع المعصية وما بيستدرجش للمعصية يرجع لربنا عز وجل سرعا ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى يتوب إلى الله ده برضو بيكون من أهل السبات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا النتيجة النتيجة نتيجة عظيمة جدا جدا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة متى في أشد لحظة يمر بها الإنسان في لحظة السكرات وفي لحظات الموت بجوارك الطبيب فاشل مش قادر يعلجك بجوارك أمك اللي كل ما بتتوتر وبتتعب نفسيا تضمك إلى حضنها فتشعر بالراحة إلا المرة دي في جوارك أبوك اللي كل ما تتوتر يطبطب عليك كده تحس بعطفه يخف التوتر إلا المرة دي مفيش أي حد إلا زوجتك ولا أمك ولا أبوك ولا بنتك ولا ابنك ولا أي حد ليه ده الموت الموت مفيش حد يقدر ينفعك برقيته خلاص الموت والكرب شديد وإنت بس اللي حاسس وإنت بس اللي خايف وخايف وخايف خوف حقيقي خايف بجد خايف ليه عارف خايف ليه لأنك هتفتكر بتفتكر ساعتها كل زنوبك وآثامك ده زنوب زنوب شهر واحد بس من عمرنا جدير بإنه يرعبنا وإحنا على فراش الموت خايف هقابله هقابله ازاي بكل الزنوب دي هقف قدامه ازاي ويسألني عن كل حاجة ده 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 ورطة كبيرة جدا جدا فتخاف خوف حقيقي ونستغل الفرصة دي ودع ربنا اللهم اغفر لنا كل شيء واعف عن كل شيء وتجاوز عن كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب يا رب يا رب نسألك أعمالنا ما فيش أعمال إحنا بنتعلق برحمتك وابنتعلق بفضلك إحنا تعودنا منك الكرم يا رب الجنة بلا حساب واحد يقول لي بلا حساب ده دول كلهم كلهم سبعين ألف لا يا حبيبي سبت بإسناد صححه الألباني بالشواهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستزدت ربي فزادني اللهم إيه سبعين ألف بس يدخلوا الجنة بلا حساب من أمة النبي لا ده النبي استزاد عليه الصلاة والسلام عشان عايز حبك للنبي يزيد جدا دلوقت عشان تشوف الخير اللي بتنعم فيه بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمت ربنا عز وشل فعلا النبي رحمة مهدأ من الله سبحانه وتعالى فاستزدت ربي فاستزدت ربي فزادني ورحمة 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 الرحمن الرحيم سبحانه فاستزدت ربي فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا ثم يحث ربي بكفيه ثلاث حسيات ها إيه رأيك أيوة في بعض الإخوة والأخوات بيكبروا فعلا أول ما سمع الحديث ده عمر بن الخطاب كبر فكبر عمر فده طمعني دلوقتي فرحمة ربنا إن أدعى ربنا لي وليك جميعا إن ربنا يدخلنا بلا حساب أنتوا عارفين ليه لأن مشكلة كبيرة جدا جدا مجرد العتاب مشكلة مجرد العتاب مشكلة إن ربنا عز وجل نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويعتبنا برغم المغفرة حتى لو غفر اللهم اغفر لنا يا رب حتى مع المغفرة يا أحبابي مشكلة إن تفاكرها سهلة إن ربنا عز وجل يقول لك يا عبدي أو يا أمتي أتذكر يوم فعلت كذا وكذا أي ربي أذكر وتعترف كده لربنا سبحانه وتعالى خجل حياء موقف صعب جدا جدا فربك الكريم يقول لك سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك أنا بقول دي حاجة عظيمة دي حاجة عظيمة بس العتاب نفسه برضو مشكلة إحنا طمعانين في رحمة ربنا ومش عايزين حتى العتاب نخاف من العتاب فالحل إيه إن إحنا نأخذ بأسباب دخول الجنة بغير حساب وندع ربنا هاب أن يهب لنا هذا الفضل الجنة بغير حساب عشان كده بقول يا أحبابي في الله وإحنا على فراش الموت خوف حقيقي أيوة خوف حقيقي خايفين من إيه الذنوب والمعاصي لأن مش فاكرين غيرها بنقول لنفسنا بنحدث نفسنا ساعتها بنقول طب هنأمله إزاي خوف بجد طب هل إحنا خايفين بجد دلوقتي أنا واسق مئة في المئة إن خوفنا من ربنا مختل كلنا الخوف مختل إلا من رحم الله من قلة بصراحة الخوف مختل عارفين ليه لأن الخوف لازمه ثلاث حاجات أساسية وفقنا للعمل يا رب رقم واحد أن توقف شلال الذنوب والمعاصي توقف بقى ذنوب ومعاصي رقم اتنين إنك تستغفر ربنا وتعيش طول عمرك تسأل ربك المغفرة للزنب وإن كنت عملته من عشرين ثلاثين سنة تعيش طول عمرك تستغفر من الزنب ده ده الخائف أنا بتكلم عن الخائف نسأل الله أن يرزقنا تمام الخوف من سبحانه وتعالى وتوقف شلال الذنوب والمعاصي ده مسألة يعني تعلمت من مشايخي الأفاضل كلمة عن السلف ولازلت حفظها من المحضرة محضرة حضرتها زمان خالص الكلمة ده يقول أحد الصالحين ليس الخائف هو الذي يبكي ويمسح عينيه مش ده الخائف ولكن الخائف من يترك معصية الله حين ما تعرض عليه بيقول الاتصال هاخد الاتصال ده بس نأجل شوية الاتصالات بعده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وحضرتك بخير وجزاكم الله عنا كل خير وعز الله الإسلام وإياكم شيخون غريب هل مثلا يعني التوبة عن اللي يتوب هل ربنا سبحانه وتعالى أمر من أن مثلا عن الممثلين أو اللي يتوب هم كبار في السن بعد مثلا معدوا مرحلة التمثيل وبعد ما كبروا في السن وحضرتك فهم هل تجزط أوباتهم مثلا وهل مثلا ممكن بعض القنوات الفضائية الدينية الأخرى تعتبرهم مثلا أعلى بحيث أن فلان تابت واستغفرت ربنا وراجعت لله ولم تعتزر على التلفزيون أو الشاشات فهل هذا مثلا يعني أنا عندي أفضل بصراحة أنا عندي أفضل إسلام كافر لم يكن على دين الإسلام أفضل عندي من توبة واحد كان في الفسك وكان مسن وبعد كده رجع إلى الله بس هو رضوع إلى الله يعني لأنه عارف أنه خلاص حانت لحظته الأخيرة وعمره خلاص راح ولم يعد مرغوف على الشاشات فأستجع إلى التوبة فهل يقبل الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير ربنا يكرمك يا أختي الرسالة طبعا وصلة بس أنا يعني معليش أرجو إخواني أجيلوا الاتصالات شوية يعني أخليها في آخر ربع ساعة لو فيه فأنا أقول أحبابي في الله يعني بالنسبة للاتصال للأخت أولا إحنا لم تبلغ الروح الحلقوم فتاب قبلت توبة إحنا بالنسبة لنا خلاص عبد تائب عبد تائب ومهما أزنب مهما كانت الذنوب عظام يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله يعني الإنسان لما يتوب بعد ذنوب تتبدل الذنوب حسنات لما أصدق في توبيتهم ويتوب توبة صح مشكلة الناس الذنوبهم متعدية دي مشكلتهم كبيرة جدا جدا إن مفروض إن هم يعيشوا عمرهم يعني يلموا المواد بتاعتهم من السوق أو من إنها توصل للناس لأن كل معصية هم يعني بيعصى الله عز وجل بسببهم دي طبعا يعني عليهم وربنا عز وجل اللي يتوب على الناس جميع النما اللي بيتخذوهم مثل أعلى هم ليسوا مثل أعلى ولا حاجة ده ناس غلابة ناس مسكين يعني يعني محتاجين إن إحنا ندع ربنا ليهم إن ربنا عز وجل يقبلهم ويقيهم شر الأعمال السالفة والأعمال الماضية فأرجع لموضوعي فهو موضوع أخطر وأهم بكتير لما قلت قصة الإنسان وهو على فراش الموت بيخاف خوف حقيقي عز وجل من ربنا خوف حقيقي الأول أن نوقف شلال الذنوب والمعاصي رقم اتنين يا أحبابي في الله الاستغفار ونعد نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا إلى أن نلقى الله ابتلي ابتلاء أحد الصالحين فقال أنا أعلم من أين أتيت أنا عارف سبب الابتلاء اللي أنا فيه ده إيه فقالوا له طب إيه قل لنا إيه قال ذنب أذنبته منذ عشرين سنة فاكر الزنب من عشرين سنة أنت فاكر الزنب اللي عملته قبل رمضان فاكر الزنوب اللي عملتها في شهر شوال أو في شهر شعبان أو رجب فاكر الزنوب السنة اللي فاتت ما حدش فاكر حاجة ما حدش فاكر ده فاكر ليه فاكر الزنوب بتحرقه بتحرق قلبه لأنه عبده خائف بجد إمتى هنخف بجد إمتى نخاف بجد نوقف شلال الذنوب والمعاصي وأنا بقول شلال أنا كتير ذنوب كتير أصناف وأنواع وكم من كل نوع حاجة أحدث ولا حرج يعني أن نوقف أن نستغفر أن نحسن فيما بقي من العمر أن نحسن نعمل الطاعات صدقات عبادات صلة أرحام صيام صلوات قيام ليل العبادات كتيرة أدخل من هذا الباب أدخل واجتهد ده حال الخائف الخائف خوف حقيقي ساعة الموت بقى اعمل عشان اللحظة دي ساعة الموت بقى خوف حقيقي مرعوب فعلا عشان كده قالوا السبات والاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربك عز وجل بيكرمهم آخر كرم في اللحظة دي إيه الكرم ده إن ربنا يرسل إليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الملائكة بتقول لهم وهم على فراش الموت كده وفي قمة الفزع والخوف والرعب لا تخافوا ولا تحزنوا تخيل كده وإنت على فراش الموت وخايف من زنوبك وأسامك وخايف من اللقاء ربنا لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد حالتك تبقى إزاي الراحة النفسية والتراع على فراش الموت يبتسم سعيد الابتسامة ملأت وجهه يبتسم سعيد لا تخاف ولا تحزنوا أبشر بالجنة فكأني به يسأله الله إنتمين إنتمين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخيرة إحنا ملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخيرة بيقولوها لهم سريعا أطعوا الكلام اللي بيقولوه أطعوا البشارة اللي بيبشروا بيها عشان يطمنوا قلبه طالما قال إنتمين ورجعوا تاني نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخيرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم سبحانه وتعالى ها مين عايز مين عايز الثمرة دي ثمرة الثمات العظيمة دي البشارة تجيلك وانت على فراش الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخيرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحيم يا رب يرزقنا يا رب عايزين ده تفسير للآية فيه تفسير تاني أن الكلام ده إمتى ساعة النفخ في الصور ياه فزع شديد أقرب لك المعنى شوية تخيل لو ليلة مظلمة ما فيش قمر كده القمر كده مثلا فيش خالص والظلام حالك تمام وصحيط على صوت انفجار رهيب جدا جدا وانقطع التيار الكهربائي والدنيا ظلام مش شايف اللي قدامك مفزوع خايف تمشي النحيا دي تلاقي الهلاك خايف تمشي تلاقي الهلاك ترجع وارا تمشي شمال تمشي مين مش عارف تمشي فين تنجل ازاي مش عارف فإذا بواحد أم جاب لك شمعة أو فنوس كده أو كنديل أو كشاف وقال لك امشي من النحيا دي ها امشي من النحيا دي هتبعد عن الأذى وان شاء الله تنجل وتسلم تفرح يا خبر أفرح وأي فرح وأي سعادة طب شوف تخيل يوم ينفخ في الصور يقوم الناس في فزع شديد والناس ماشية مش عارفة راحة فين والفزع والخوف شديد جدا جدا ينتابك وإذا بالملك تبارك وتعالى يرسل إليك ملائكة لا تغف ولا تحزن وأبشر بالجنة نفس الطريقة اللي حصلت عند الموت قولي للعلماء إنها عند الموت قولي للعلماء إنها عند النفخ في الصور ولا بأس من أن يكون القولان واردان وحاصلان كل دا نتيجة إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا ثم استقاموا إيه رأيكم نستقيم إيه رأيكم نثبت إيه رأيكم نزبط حلنا مع ربنا تبارك وتعالى إيه رأيكم نرجع لربنا سبحانه وتعالى إيه رأيكم نعالج مشكلة التزبزب عشان نستقيم على الطاعة لنحصل على هذا الخير الكثير أنا متأكد إنه كلكم موفقين كلكم موفقيني أحل القضية دي عندي وعندكم أنا مش بخرج نفسي برأي القصة كلنا محتاجين يا أحبابي إيه الوسائل عدة أشياء ونخدها كده بيدوء وبشويش وربنا يشرح صدر وصدركم جميعا ويرزقنا وإياكم العمل أول حاجة علق قلبك بالله علق قلبك بالله تقول لي طب ازاي حب ربنا حينة مرك وتعالى لما تحب ربنا هتستقيم على طاعة الله لما تحب ربنا هتستلز بعبادة حبيبك لما تحب ربنا هتنكسف تعمل ذنوب ومعاصي لما تحب ربنا وتقع في زم تقول الله ازاي أعصى حبيبي ترجع سريعا لحبيب قلبك ربنا تبارك وتعالى لما تحب ربنا بجد هتدمن طاعة الله ستحب أنك تكون عبد لله وتكون من الذين قال فيهم القائل لِلَّهِ قَوْمٌ أَخْلَصُوا فِي حُبِّهِ لِلَّهِ قَوْمٌ أَخْلَصُوا فِي حُبِّهِ فَأَحَبَّهُمْ وَاخْتَارَهُمْ عُبَّادًا قَوْمٌ إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ عَلَيْهِمُ قَامُوا هُنَالِكَ سُجَّدًا وَقِيَامًا يَتَلَذَّذُّونَ بِذِكْرِهِ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارَهُ لَا يَفْتُرُونَ صِيَامًا فَسَيَفْرَحُونَ بِوِرْدِ حَوْضِ مُحَمَّدٍ وَسَيَسْكُنُونَ مِنَ الْجِنَانِ خِيَامًا دول أحبوب ربنا أحباب ربنا اللي بحبوا ربنا بجد بيبقوا كده بيستلزوا ويستمتعوا بعبادة ربنا سبحانه وتعالى ولما يزلوا ويقعوا في معصية يرجعوا في سرعة لحبيبهم ما يقدروش دي جنتهم يندم إزاي أنا خرج نفسي من جنتي جنتي سعدتي سعدتي في إن كنت قريب من الله عز وجل اللهم أذقنا حلاوة قربك يا رب اللهم متعنا بطاعتك يا رب طيب تقول لي طيب ماشي ماشي طيب إحنا عايزين نحبه نعمل إيه إن شاء الله بإذن الله يعني أنا أذكر أعتقد في برنامج الحب الحقيقي في رمضان أعتقد دي كانت الحلقة قبل الأخيرة يعني فيما أذكر حلقة رقم 29 يعني من أراد أن يرجع فلي أرجع اللي هي أسباب تحصيل حب ربنا تبارك وتعالى تعمل إيه عشان قلبك يحب ربنا ممكن ده كان طبعا إجمال لأن الوقت قن قليل والزمن قليل بعد كده ممكن ناخدها بالتفصيل في عدة حلقات إزاي تحب ربنا أصلا بس أنا عايز أكتفي في هذا المضمار عشان لا نخل بالموضوع الأساسي بتاعنا إزاي نثبت على الطاعة بإشارات إنت عارف إزاي تحب ربنا ادرس أسماء ربنا وكان حبيب قلب الشيخ علاء سعيد الله يحفظه ويبارك فيه كان مع أسماء ربنا في رمضان ارجعوا أيضا لهذه الحلقات فأنا يعني رأيت بعضها فيها خير وبركة عظيمة جدا نص الله أن يبارك فيه وفي جميع إخواني الدعاء فبقول لحضراتكم أحبابي أسماء ربنا سبحانه وتعالى بس الوقوف بقى مع الأثر الإيماني المعنى اللي في اسم ربنا ده يمس وتر القلب يخليك تحب ربنا أيوة أنا عايزك تحب ربنا تسمع الاسم تقوم طاير سعادة بالله تسمع الكلمة عن ربنا تقوم طاير يا مش ممكن ده أنا كنت مش عارف عن ربنا حاجة أنا سعيد إن أنا عبد الربنا أنا سعيد إن أنا عبد الرب بهذا الجمال وبهذا الجلال حب ربنا أسألك سؤال سؤال بسيط جدا جدا أتذكر وأتذكرين أيضا أختي يوم أن أعطاك الله عز وجل عطية في رحتي بها جدا حصل ولا ما حصلش أو أتقول لي ما حصلش حصل ربنا عز وجل رزقك ورزقك رزقا لم يكن متوقعا حصل ولا ما حصلش يقينا حصل إمتى من يومين قبل رمضان من سنة من عشر سنين أنت فاكر فاكرين استعدرتوا معايا آه طيب العطاء ده جاي من عند مين من عند ربنا فرحتي بيه ولا لأ جدا جدا فرحنا بيه جدا عطاء من عند ربنا فرحتي بيه صح آه هل تعلم وهل تعلمي أختي في الله هل تعلم أن الله عز وجل حينما أعطاك أشد فرحا بإعطائك من فرحك بالعطاء أكرر هلك تاني اسمعها مني تاني هل تعلم أن الله عز وجل حينما أعطاك أشد فرحا بإعطائك من فرحك بالعطاء شوف أنت فرحان قدي إيه ربنا عز وجل فرحوه أشد وهو الذي يعطيك هذا هو الله عز وجل جالس مع إخوة من أحبابي فلقيت أخي قال لي والله أول مرة أعرف أول مرة تعرف المعلومة دي عن ربنا أول مرة شوف عشان تحب ربنا يا رب أنا فرحان قوي 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 بالحاجة دي وإنت فرحان إنك تديتني أكتر من فرحي بالحاجة دي مش ممكن رب بهذه العظمة إزاي نعمل كده إزاي يا إحنا نكون مكسفين من نفسنا مفروض نستحي من ربنا عز وجل رب بهذا الجمال مفروض يعامل معاملة غير كده تماما شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنت من يومين تلاتة بتدعوه في ليلة القدر في العشرة الأخيرة اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا سمعت فاكر جزئية تحب العفو تحب العفو ربنا يحب العفو العفو عن مين عن العصاه المتجرئين على الله مين دول أهل الصغائر لا وأهل الكبائش اللي عملوا كبيرة وكبرتين لا واللي عملوا مليون كبيرة يحب العفو أيوة يحب العفو وزي ما كانت الأخت المتصلة من شوية بتتكلم وحتى الممثلين والممثلات واللي عملوا زنوب واللي عملوا معصه وكبائر يحب العفو عن كل الناس تمنتخيلين ربنا إيه ده ربنا عظيم عظم لا يستطيع العقل أن يتصورها كريم كرم ما نقدرش نتخيل ولا نتوقع ونعيز أقول لكم وبشارة ليكو يا أحبابي ستفاجأون مفاجآت عظيمة حينما تريدون على الله عز وجل حسنات بالكوم حسنات كتير جدا جدا تسأل نفسه احنا عملنا الحسنات دي امتى عملنا الحسنات دي امتى سبحانك ربي ده لأن ربنا شكور هو ده ربنا هذا هو الله عز وجل لأن ربنا شكور شكور يعني يعطي على الحسن حسنات اسمع كده للحديث ده يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتصدق أو من تصدق بعدل تمره ده نص الحديث من تصدق بعدل تمره عدل تمره عندي ايه حط التمره تخياله بين السبعين دول الدكتة دي التمره من تصدق بعدل تمره من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب يأخذها الله بيمينه فيربيها له يكبرها له حتى تصير اللي هي التمره مثل الجبل أنت تصدقت بتمره تفاجأ تفاجأ بيها يوم القيامة في صحفتك كأنك تصدقت بجبل من التمر جبل التمر كم مليون وكم مليار طن من التمر مش بقول لك هتفاجأ 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 مفاجآت عظيمة جدا 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 تفرح بيها أوي 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 ساعتها أنا مش عايز نندم أنا مش عايز نندم يا أحبابي نندم إن إحنا ما استغلناش صح إن إحنا نعبد ربنا صح وإن الصفات العظيمة دي في ربنا سبحانه وتعالى نعبد ربنا بالصفات دي بالأسماء دي كريم قد كده انهل من كرم ربنا رحيم قد كده انهل من رحمة ربنا شاكور قد كده انهل من شكر ربنا ودود قد كده انهل من ود وحب ربنا لما تقرب يقرب أكتر تحب ويحبك أكتر سبحانه وتعالى هذا هو الله سبحانه وتعالى عفوه أن تحب العفو يحب أن يعفو عن كل الناس كل الناس بس المطلوب بس قل له يا رب أسألك عفوك بس ارفع ايدك بس وقل له قل له يا رب يا رب أسألك عفوك سأتيك العفو لأن ربي يحب العفو وعد فقير إلى العفو رافع ايده بيقول له اعفو عني ما يعفوش عنه ليه يكسفوا ليه يردوا ليه احنا منهج عمر بن الخطاب رطي الله عنه عايزين نعيش بيه كان قل إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء الدعاء يعني إن ندعي إن نقول يا رب فإن وفقت للدعاء إن قلت يا رب فسمى الإجابة الإجابة مع الدعاء شفت حضرتك شفت ربنا يتحب ولا متحبش لما نتعرف على ربنا أكتر هنحب أكتر فيتعلق القلب به أكثر فحلنا يبقى مختلف وثبتنا على العبادة يبقى مختلف ننقل على الخطوة الثانية اللي هي كتاب الله احنا قلنا تعلق القلب بالله اتنين علق قلبك بكتاب الله عز وجل ودي خطيرة ومحورية ومؤثرة تعلق القلب بالقرآن أنا عايز أقول لحضرتكم حاجة مهمة جدا القرآن علاقتك به بتحدد إلى أي مدى أنت تحب ربك تبارك وتعالى إلى أي مدى إزاي اللي بيحب ربنا بيحب القرآن اللي متعلق بربنا بتعلق بالقرآن هي كده من أحب الله أحب كتابه فأنا لو جيت أسأل وشوف إحنا أخبرنا إيه مع كتاب ربنا يتحدد من أنت إنت ملتزم بجد ولا هزار إنت متدين بجد ولا كلام إزاي الكلام ده نعرف الكلام ده إزاي حلنا إيه مع القرآن بنقرأ القرآن كل أدئيه والكم أدئيه يتحدد من أنت وما تدينك وإلى أي مدى أنت ملتزم إلى أي مدى أنت بتحب ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم القرآن الكريم من أخطر وأهم عوامل الثبات على طاعة ربنا إزاي ده واحد هيقرأ القرآن بينهل الحسنات وهو بيقرأ قلبه بيرق تمام قلبه بيرق بيقترب من الله سبحانه وتعالى إزاي زل القرآن بس مجرد قراءته بتنعش الإيمان في قلبك فتثبت على الطاعة وتثبت على العبادة لما توقف مع القرآن فيه ترغيب وترهيب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب والأليم لما توقف على الأياء دي هتؤمن على المصحف تعمل معاصي ده أنت هتسيب كل حاجة وتؤمن مازك المصحف وتصلي ربنا عز وجل لقيام الليل لما تقف على العبر قصص الأولين وقصص الأنبياء وجهاد الأنبياء مع أقوامهم ودعوة الأنبياء مع أقوامهم كل الحاجات بتثبت قلبك وبتعين قلبك بس أنا عايز إحنا عندنا مع القرآن الكريم قدامنا حاجتين الحاجة الأولى قنطرة الحسنات مع القرآن تحصي قنطير الحسنات مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى الحاجة التانية اللي هي تحصيل الإيمان تحصيل الإيمان رقة القلب ماذا صنع القرآن في قلبك وده اللي بيدي لك الزاد الإيماني عشان كده يا أحبابي في الله احنا ما شفناش في القرآن أمر من ربنا بالاستعاذ بالقرآن عند عمل إلا عند تلاوة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان الرجيم عايز يخطف المصحف من إيديك عايز يشد من إيدك عشان ما تقرأش القرآن لأن القرآن سبب لقربك من ربنا لأن القرآن سبب لتحصيل الإيمان لأن القرآن هيكون سبب لتثبيتك وترسخ الإيمان في قلبك القرآن القرآن حاجة عظيمة جدا جدا عايزين وأنا بقول تعلق القلب بالقرآن حفظ وتلاوة وتدبر وتطبيق وتفسير أيوة تفسير تفسير القرآن الكريم طيب حفظ تقول لنا لا أنا مش مقدر أحفظ يا أخي يا أختي في الله ما بتقدرش تحفظه بجد ما إحنا فعلا ما بتقدرش نحفظ لا بنقدر نحفظ يا أخي والله إن العبد لا يستحي من ربه تبارك وتعالى إنه يحفظ علوم الدنيا كلها ويجي عند المصحف ومش قادر يحفظ بعض مشايخي يعني كنت كل ما ألاقي مثلا كده بعد الدرس ألاقي الشباب يجوا يسألوه كلامت طبعا زمان بس صحبة المشايخ بتحفر معاني في القلب ما بتروحش عشان كده بقول لكل أخي من إخواني ولكل شاب من الشباب اللزوم ملازمة الشيخ أهم من الدرس نفسه عشان كده أنا بقول دروس الفضائيات وحلقات الفضائيات جميلة جدا جدا ونفعها انتشاره هائل عظيم إنما درس المسجد لا يعل عليه درس المسجد لا يعل عليه وأنا بقولها هو وأنا بتكلم دلوقتي حلقة فيه فضائية قناة الرحمة أسأل الله أن يبرك فيها وفي القائمين عليها وفي كل القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل أنا بقول لحضراتكم درس المسجد لا يعل عليه مش ممكن فتوحات وفيوضات بتيجي على الدعية في بيت الله عز وجل التصاقك أنت بالدعية وتقرب منه وتسأله وتقول له مشكلتك هتطلع كنوز من الشيخ ومن الدعية في بيت الله ما بتخرجش في غير المسجد خدت بالحضرتك لأن شيء مؤلم جدنا المسجد فضيت المسجد فضيت الدروس كلها قلت ليه أنا مش ظاهرة مش حلوة خالص يمكن ده مثلاً عندنا في وجه بحري شوية الناس حصل عندها تشبع من كتر الدعاء إنما لما كنا بنروح الصعيد كان الوضع طبعاً مختلف إنما أنا بقول يا أحبابي بصفة عامة بصفة عامة عايزين المساجد للتصاق بالمشايخ أنا بقول لحضرتك من التجارب اللي عشتها كنت جانب الشيخ وهو الناس بيسألوه الشباب بيسألوه واحد يجي للشيخ يقول له يا شيخ ادعي لربنا يحفظني القرآن ادعي لحفظ القرآن الشيخ يسأله سؤال يقول له أنت متجوز يقول له لا يقول له طب يتجوز ليه؟ عارف ليه؟ واضحة جداً وضوح الشمس لأن ده شاب والشاب عنده معاصي معروفة المعاصي دي عشان تقف عشان تقف الزواج اللي بيقفها المعاصي دي والطول ما هي موجودة هتمنعك إنك تحفظ كتاب ربنا هتمنعك إنك تقرأ كتاب ربنا عشان كده كنت بقول لحضراتكم علاقتك بالقرآن بتحدد إلى أي مدى أنت بتحب ربنا إلى أي مدى أنت عبد مستقيم لما تعمل معصية وردك مش هتقرأه النهاردة صدقني مش هتقدر تقرأ القرآن طب بقى لك أسبوع ما بتقرأش القرآن يبقى فيك كوارث أنت بتعملها بقى لك شهر بقى فيه مصائب أنت بتعملها بس هي كده هي كده القرآن ده بيحدد أنت مين أنت ملتزم بجد ولا لأ أنت ملتزم بجد يا أخت في الله ولا لأ القرآن الكريم تقول لي ما بعرفش أحفظ ما عنديش لا ده إحنا حفظنا كتير حفظنا كتير قبل كده منهجنا الدراسية في ابتداء وإعداد وثنوي وثنوية عامة يا شباب يا إخواني يا أخواتي ثنوية عامة حفظنا الكتب كلها أنا فاكر أنه في ثنوية عامة داخل حفظ الكتاب من الألف إلى الياء ومش أنا بس ده كل الناس معظم الناس من الألف إلى الياء حفظين حفظ حفظ كده يعني صفحات الكتب متصورة في مخينا خدت بالحضرتك وفي دراستك في الكلية دراستك في الجامعة نفس الكلام بنحفظ كل حاجة سهلة علينا وبنقدر نحفظها طب المصحف مش أولى برضو يبقى إحنا اكتشفنا حاجة إن إحنا لما بنقول ما بنقدرز الكلام ده مش حقيقي إحنا بنقدر نحفظ وعندنا قدرات وملكات وأول حاجة نستغلها في القرآن الكريم يا ما زماي اللينا ماتوا ناس ماتوا صلى الله أن يرحمهم ناس أعرفهم دفعتي خرجين في دفعتي يعني أطباء وطبيبات ماتوا لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله أن يرحمهم من يرحم جميع موتى المسلمين أحد زملائي شطر جدا جدا ومرتب ثلاثة أربع شهور اتعين في النيابة بعد كده مات وكان طيب القلب أصلان يرحمه ورحمته واسعة خلتوا بالحضراتكم مات استفاد إيه من دراسته كان ترتيب عالي جدا جدا متقدم جدا على الدفع كلها إيه الفايدة اللي حصلها إلا ما كان فيه نية صافية لله سبحانه وتعالى يبقى أنا بقول دراستنا كلها فايدتها ظنية فيه ناس ماتي تاوي ما استفديتش كتير منها إنما الحاجة الوحيدة اللي كل قاعدة بتعودها عليها بتستفيد بها فايدة يا قنية القرآن الكريم كل صفحة بتحفظها اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يبا احنا مفروض نعقل أيه بكررها وقصدها مفروض نعقل ونحسبها تاني نحسبها صح يعني هو طبعا زي برنامج أخويا الشيخ أحمد جلال احسبها صح ربنا يبارك فيها رب ويشفيه اللهم مشفيه بشفائك وداوه بدوائك يا رب العالمين الشيخ أحمد جلال حقيقة من قطية بالناس قلبا واخونا عبد الرحمن الصاوي وحازم شمان صلى الله أن يبارك في الجميع وأن يحفظهم جميعا وكان بيقول حسبها صح كان بتكلم عن الكبائر إنما أنا بقولك حسبها صح دلوقتي وشوف الأولويات شوف الأولويات كل ساعة تعود على اكتب ربنا سبحانه وتعالى فايدة عظيمة جدا جدا وبإذن الله ستجد سمرتها في الأخيرة يبقى الحفظ التلاوة الفهم والتدبر كتاب تفسير أسهل كتاب تفسير وقفت عليه في حياتي كلها هو التفسير الميسر تفسير الميسر لمجموعة من العلماء هم أساتذة من أساتذة أو يعني مدرسين التفسير في الجامعة الإسلامية يعني اتجمعوا كده وخرجوا الكتاب ده كل مجموعة خادت جزء يعني ناس متخصصين متخصصين في علم التفسير تيجي تقرأ الكتاب ده يعني عايزك تعمل إيه عشان تستفيد من الكتاب التفسير الميسر حضرتك يتيجي هو بيكتب في الهامش هو نفس صفحات المصحف والتفسير في الهامش كده الهامش اللي جنبه والهامش اللي تحت يكتب رقم الآية وبعدين يكتب تفسيرها أنا عايز حضرتك تيجي عندي رقم الآية وتسيب الرقم وتقوم قرئ الآية وتحاول تفكر فيها كده ها؟ وبعدين تقرأ التفسير حاول تفكر فيها أنت مع نفسك الأول تفكري فيها مع نفسك يا أخت فلال أول وبعدين تقرأ التفسير ده أعلى استفادة أعلى استفادة من خلال قراءة هذا الكتاب طب نعمل إيه؟ أقولك على حاجة بسيطة جدا جدا هات الكتاب وزي ما قلته في حجم المصحف اقرأ صفحة في اليوم مع نفسك وإن كنت متجوز يبقى مع زوجتك وأولادك ها؟ وإن كان مع أصحابك يعني المهم تجمع المجموعة كده يبقى وردي ثابت في اليوم نص صفحة نص صفحة ونستمر عليها هيخلص صفحة هيخلص شوف على رمضان الجاي هتبقى الرقم تتخلص الكتاب وتبقى مرت على كتاب ربنا تفسير صدقني من غير محلف أنا كنت أحلف بس سحبت الحلفان من غير محلف ستجد سعادة في قلبك لا يمكن أبدا حد يقدر يوصفها لك إلا لما تعيشها لما تخلص كتاب ربنا فهمه تفسير القرآن الكريم من أهم وأخطر وأعظم أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل القرآن وأنصح بكتاب عشان الكتاب دا الحقيقة من أهم الفوائد اللي استفدتها منه أنه فعلا زود تعلقي بالقرآن وكل إخواني وحبيبي اللي يعني قعدنا مع بعضنا كده وقرأنا في الكتاب دا زود حبنا للقرآن وهو كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم وإحنا طبعا مش بنعمل تسويق لكتاب موجود عن نت يعني الناس جابهولي من عن نت داخلوا كده عن نت نزلهولي طبعهولي يعني الكتاب موجود تقدر تجيبه من أي مصدر تدخل عن نت تجيب الكتاب في خمس دقيقة بالضبط إنما عيني على الفايدة الفايدة اللي فيه فايدة عظيمة جدا جدا وبحث طيب وجميل ورقيق وفي بعض مشايخنا الأكابر الأفاضل شرحوا الكتاب دا وناس كبار أكبر من الدكتور خالد نفسه علما وسبقا وشرحوا الكتاب دا ذكروني بالشيخ ابن عسيمين الله يرحمه رحمه وسعة اللي شرح كتاب تلميذ من تلمزته اللي هو كتاب حلية طالب العلم تلميذ من تلمزته سبحان الله العظيم طبعا هو كده هو كده فضل العلماء الأكابر إنه بيستفيده من أي حد حتى ممن هم أصغر منهم فالشاهد مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد ابن عبد الكريم اللحم موجود عن نت وموجود ممكن في المكتبات يبقى القرآن الكريم ثلاثة ثالثا ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل ياريت لو إخواني كده يعرفوني الوقت اللي لسه قد إيه ذكر الله ذكر الله عز وجل ذكر الله آه هو مش لسه مكلمنا عن القرآن والقرآن من ذكر الله أيوة بس أنا فصلت القرآن لأن القرآن ده سبب لوحده خطير وعظيم جدا جدا لو ما قلناش إلا القرآن كسبب من أسباب السفاد والله لكفى والله لكفى ذكر الله عز وجل يحقق لكم أحباب في الله شيئان من خلالهما يثبت القلب على الطاع والعبادة اللهم إيه أول حاجة ذكر الله يعينك على الطاعة تاري حاجة ذكر الله يحصنك من الشيطان السارق الأكبر للإيمان من قلوب أصحابه السارق الأكبر للإيمان من قلوب أصحابه أنت أول ما تمسك المصحف عايز بتقلق القرآن يقعد يصلط عليك أي حد يشده من إيدك بأي شكل يشغلك يفكرك بحاجات عشان تسيب المصحف يفكرك بمشاوير مصالح مهمة عشان تسيب المصحف يصلط عليك حد يكلمك عشان يشغلك عن القرآن يجي وسوسلك في الصلاة عشان يسلوبك حلوة المنجاة في الصلاة عايز يبعدك عن العبادة بأي شكل طيب ذكر الله عز وجل بيحقق لك الحاجتين دول الحاجة الأولى بيعينك على الطاعة جاء رجل أعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قول اسم النبي تصلوا عليه أنا عارف أن أنت كلكم بتحبوا النبي جدا جدا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم جاء رجل أعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلوة قرآن وصلوات والصيام نوافل وصلة أرحام وزيارة مقابر وشرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتثبت به قول لي حاجة كده أحس أن الحاجة مش كتيرة أن العبادات مش كتيرة أحس أن الدنيا بسيطة وسهلة فدلني على شيء أتثبت به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعرف يعني إيه تعرف يعني إيه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عارف فسيطة نبيت أولا أنت على استعداد تطبق على استعداد نطبقها ولا لا على استعداد طب جميل أوي طيب عارف معناها إيه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله انتعرفت دي مقتضاة مقتضاة ان كل ريق يتحرك وكل لعب يتحرك في فمك يكون سببه ذكر الله عز وجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني تكون دائم الذكر يلي عايز تثبت على طاعت ربنا ما تبطلش ذكر الربنا تقول لي بس انا بصراحة بصراحة كده يا شيخ بازاء بتزهق من ذكر ربنا اه وبتعب وبحصل لارهاق هقول لك طب ما عليش ممكن تصبر نفسك تصبر نفسك شوية بس وهتلاقي نفسك ذكر الله بيحقق لك الامتاع وبتستمتع بذكر ربنا سبحانه وتعالى مستمتع بالذكر صبر نفسك كده شوية استمر على الذكر كده كم يوم هتلاقي نفسك مستمتع بذكر ربنا وانت نفسك اللي هتشتاق لذكر ربنا تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل هيعينك على الطاعة هتعاني على الطاعة هتستمتع بالإبادة هتثبت على الطاعة اتنين قلنا بيحمك من الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا طبعا احنا متفقين مع حضرتكم ان كل الاحاديث اللي بقولها في كل حلقاتي ودروسي محققها بالصحة انا مشترط الصحة فيها عشان بس الوقت يعني بنغتنم الوقت فيه مش في التخريج وكتير من الناس يعني مش بيهتم بمسألة التخريج بس انا بقول لكم انها صحيحة ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن وذكر منها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فان مثل الذاكر الله كثيرا الذاكر الله ايه كثيرا دي زي بالضبط رطبا من ذكر الله فان مثل الذاكر الله كثيرا كمثل رجل اشتد العدو سراعا في اسره تمتخيل واحد بيجري وعدوه بيجري وراه بس عدوه ده اقوى منه معا امكانات اكتر منه ركب عربية مثلا ده بيجري وده سيء العربية وبيجري وراه هاي الحقوة اللي مش هاي الحقوة هاي الحقوة سبحان الله انت قدرات الشطان اقوى منك فانت محتاج عشان تقف وش الشيطان في وجه الشيطان محتاج لربنا محتاج لربنا سبحانه وتعالى ربنا هو القوي اللي بيحمينا من كل شر سبحانه وتعالى كمثل رجل اشتد العدوه سراعا في اثره فاذا بحصن حصين قد احرز نفسه فيه فجأة لا اوض حديد كده مفتوحة دخل وافل على نفسه جاء العدو ده هيقدر يصيبه باذا يقدر يمسكه ابدا يقول النبي ايوه صلى عليه صلى الله عليه وسلم وان العبد احصن يعني اشد حصانه احصن ما يكون من الشيطان اذا كان ذاكرا لله تعالى اشد حصانه من الشيطان يبقى قلنا ذكر الله بحكتين انك بتعانى على الطاعة وبتعانى على العبادة الحاجة التانية انك بتحصن من الشيطان نسى الله ان يحصين انا وقياكم من الشيطان طيب ذكر الله بقى اللي هو ايه كتاب حصن المسلم فكره فاكر كتاب حصن المسلم فاكره كويس جدا اه اللي كان زمان ايام ما كنت في بداية التزامك وتديونك كان معاك وانسيته كنت بتقول منه الاذكار والغاية ما حفظتها وبعدين نسيتها وايام بتمر عليك ما بتقولش الاذكار ايام كتير جدا اذكار الصباح والمساء حصن المسلم ارجع له تاني وهاته وقل منه اذكار الصباح واذكار المساء كاملة اقعد يذكر ربنا على الاقل كده ربع ساعة الصبح وبالليل الاذكار والاذكار الموظفة عنده الصعود والنزول وركوب الدبا والنزول من الدبا ودخول المسجد الاذكار كلها وبعدين برضو لسانك رطب من ذكر الله عز وجل دائما واخد بالك دي من اسباب الثبات على العبادة والثبات على الطاعة اتكلمنا النهاردة عن ثلاث حاجات اساسية ثلاث حاجات مهمة جدا جدا تعلق القلب بالله عز وجل اتنين تعلق القلب بالقرآن الكريم ودلت حضراتكم على الكتاب اللي هو مفاتح تدبر القرآن عشان نعيش مع القرآن الكريم الحاجة التالتة ذكر الله عز وجل طبعا لسا في حاجات كتيرة انا مش هفتح فيها في هذه الحلقة واختم هذه الحلقة بالدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام اللهم اجعله لنا إماما ونورا اجعل القرآن لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار منجيا وإلى الجنة قائدا اللهم وألبسنا بالقرآن الحلل وأسكنا بالقرآن الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص لك وبالتسليم لك اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله